ضمن نشاطات الكنيسة الإنجلية التي تقوم بها لصالح أتباع الكنيسة فقد اختتمت الورشة التدريبية التي نظمتها لصالح المبشرين ورؤساء الكنائس الإنجلية في الكنيسة رقم 21 حيث تخللت المناسبة عدة ترانيم إنجلية إلى جانب قداس ومبشرين أبرزها كلمة رئيس الملحق للكنائس الإنجلية بتشاد القسط شوم الدابيسة الذي وصف الدورة بالمهمة مشيرا إلى ضرورة تزويد خدام الكنيسة بتعليم الإنجلية حتى يساعدهم من القيام بمهامهم التبشيرية أما المتحدث باسم المتدربين الدكتور ساوو هويونج أعرب عن امتنانه للمتدربين مشيدا بدور الكنائس الإنجلية والقساوسة وقادة الكنائس الذين تم وضعهم في عدة مناطق البلاد لمشاركة التعاليم الإنجلية بين الأتباع وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات تقديرية لأكثر من أربعين مشاركا في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أربعة أيام